خلينا معنا نتكلم على أخبار الأهلي والساعداته للمبراءة المقبلة أمام المقاولون العرف الجولة الرابعة من بطولة الدوري اللي بيتصدرها النادي الأهلي برصيد تسع نقاط وبعدد وافر من الأهداف فبالتالي مهمة أول نحن نتطمن على فرقتنا وبصراحة الميزة في الأهلي السنادي أنه مبتدى الموسم بشكل قوي جدا بشكل ممتاز جدا من خلال التفاوق على الإسماعيلي بربعية نظيفة التفاوق على البنك الأهلي بهدف مقابل لشيء وتفاوق على نادي الزمالك بنتيجة 5-3 فبالتالي انطلاقة مناسبة جدا للموسم مليء بالتحديات مهمة قوي أن نحن نحاول بقدر المستطاع أكبر كم ممكن من البطولات نقدر نحققه في صعوبة في المنافسة لازم نبقى متفقين على الجزئية دي ما فيش حاجة سهلة في الكور كل الأمور بتبقى صعبة كل الفرق صعب كل المنافسات صعبة أنت كل اللي تقدر تعمله أنك تكتهت تمام وفي الأول في الآخر التوفيق تعلمه العز وجل إن شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي في أنه هو يفرح جمهوره كما هو المعتاد النهاردة المران كان الصبح بدري الساعة عشر مسماني كان عنده جلسة مع اللاعبين ومحاضرة للفرقة بالكامل تتكلم فيها على أهمية المرحلة المقبلة وتتكلم فيها على بعض الأمور الفنية التي تتعلق بما هو قادم من تحديات وتحضيرات أبراط المقاولون العرب دي لقطات طبعا من المران النهاردة الصبحة كان كمان فيما يتعلق بالفريق كان فيه تدريبات طرفيهية التدريبات الطرفيهية دي كانت بسبب النبرح كان فيه مباراة ودية فتقريبا من كل شارك فيها بشكل مميز فطبيعا يبقى فيه بعض التدريبات الطرفيهية والاستشفائية اللي من خلالها بتكسر حدة التدريبات القوية اللي دايما بتكون موجودة في أيام لعبي النادي الأهلي داخل استاد البيتش كمان عايزة أطمنكم على عمار حمدي عمار حمدي انتظم في التدريبات الجامعية هو مبارح كان تعرض لإصابة إصابة يعني مش قوية عبارة عن كادمة يعني خفيفة فيه أصبت رجله وقدر عمار حمدي أنه هو الشارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي التدريبات الجامعية والأمور بالنسبة له جيدة جدا وعنصر من العناصر المهمة جدا في حسابات مستر بيتسو موسيمين طيب علي لطفي عنده قدمة في الرجل النهاردة كان بيستكمل برنامجه التأهيل وقدى جلسة في الجيم على هامش المران وإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا يشارك في التدريبات الخاصة به حراس المرمى بالشكل طبيعي وعلي لطفي ليه دور في الانطلاقة المميزة هذا الموسم مع نادي الأهلي لأنه لعب مطشين الأولينين سواء مع الإسماعي أو البنك الأهلي وقدر أنه يخرج بشباكه نظيفة وقدم مباريات جيدة النهاردة كمان شارك في التدريبات سنائي المنتخب الأولمبي الكابتن أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بعد ما انتظوا النهاردة في التدريبات وبعد ما كانوا في معسكر المنتخب الأولمبي مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنا عندي كصة بس مهمة جداً عايز أتكلم فيها وهي خاصة بالكلام الكتير على عروض للعاب النادي الأهلي سواء بخصوص أليو ديانج أو بخصوص محمد مجدي أفشا والكلام ده لو حضراتكم واخدين بالكم هو مقرر يعني كل فترة كده لازم يطلع كلام على لعابة الأهلي إنهم يجي لهم عروض أو فيه عروض موجودة وإن الأهلي يفكر يوافق أو ما وفقش إنه سماني مش عارف بيحسبها إزاي وكلام من ده وده طبيعي إنه ممكن حد من لعابة النادي الأهلي يجي له عروض يعني لإن أنت بتلعب في النادي الأهلي طوما أنت بتلعب في النادي الأهلي بأن تلعب كبير جداً فطبيعي إنه سيجي لك عروض لكن اللي أقدر أقول له حضراتكم إنه والله بجد لحد دلوقتي لحد اللحظة دي ما فيش أي عرض رسمي جه للنادي الأهلي بخصوص أفشا أو ديانج أو أي لعب آخر أو أي لعب آخر لحد دلوقتي ومش لسه بدل على يناير بالمناسبة لا في ناس تقعد تحضر نفسها من دلوقتي لكن لحد اللحظة دي ما فيش أي عرض جه للعيبة دي خالص والتنين موجودين ومش من السهل مش من السهل إن الأهلي يوافق على رحيل حد من الاتنين دول أو أي حد من قايمته في يناير وإنت عندك تحديات كتير جداً مهمة أبرزها كاس العلم للأندي المفروض حيب شهر اتنين تمام؟ فبالتالي صعب جداً الأهلي يماشي حد في يناير السف بقى ممكن يبقى كلام تاني الله أعلم مش عارفين فيه متغيرات كتير جداً في كرة الله أعلم اللي ممكن يحصل فده بخصوص الكلام الكتير اللي بيطلع على أفشة وكمان ديانج